شكل العام 2022 نقطة تحول لافتة بالنسبة للعقيدة العسكرية الأمريكية التي اختزلتها الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدفاع ورافقت هذه التحولات طفرة في جهود تحديث وتطوير الترسان العسكرية للولايات المتحدة لتحضيرها لتحديات المستقبل فما هي أولويات واشنطن العسكرية في مواجهة التحديات الخارجية وكيف تتعامل واشنطن مع أي هجمات محتملة على قواعدها العسكرية بأساطيله التي تضم مئات السفن الحربية وحاملات الطائرات العملاقة المزودة بالمنظومات الأكثر تطورا والأسلحة الأشد بأسا وعشرات الغواصات الهجومية والنووية الضخمة والمقتدرة قد يكون سلاح البحرية الأمريكي الواجهة الأكثر حضورا للولايات المتحدة حول العالم ولكن ترسانة الجيش الأقوى عالميا تزدحم بكل تفاصيل تفوق الردع الذي يعول عليه البنتاجون كضمانة لديمومة السلام الدولي بوجه قصوم أمريكا في الصين وروسيا أو حتى إيران وكوريا الشمالية سواء عبر احتفاظه بأقوى سرب جوي في العالم أو من خلال توظيفه للتفوق التكنولوجي الأمريكي في إنتاج الأسلحة والمنظومات الكفيلة بردع أي تهديد وحمل إعلان الجيش الأمريكي نجاح اختباره الثالث لصاروخ فرط صوتي في التاسع من ديسمبر جانبا من ملامح التحولات والتحديث الجاريين بوتيرة متسارعة في 2022 فالميزانية الدفاعية الضخمة التي تقارب 40% من إجمال الإنفاق العسكري العالمي خصصت 4 مليارات دولار تقريبا للصواريخ الأسرع من الصوت والتي تعكف الصين وروسيا على الاستثمار فيها منذ سنوات وكذلك لتطوير أنظمة تعقب ودفاع ضد هذه الصواريخ بالاعتماد على الأقمار الصناعية وغيرها ويحتل تطوير أسلحة الطاقة على غرار منظومات الدفاع البرية والجوية العاملة بالليزر حيزا هاما من هذه التحولات التي تنأى بحسب توصيف البنتاجون عن عقيدة الحروب المباشرة للتركيز على استمرار تفوق الردع حاضرا ومستقبلا غير أن ملامح التحديث والتطوير تطال أيضا الأسلحة التقليدية من المدافع إلى الصواريخ الباليستية وصولا إلى سلاحي البحر والجو ففي أوائل ديسمبر أزحى البنتاجون السيطار عن الجيل الجديد من قادفات الشبح الاستراتيجية بي 21 المزودة بأحدث التكنولوجيات العسكرية والتي ستخلف القادفات الأقدم في ترسانة الجيش الأمريكي أما غواصة كولومبيا التي بدأ تطويرها هذا العام على أن تدخل الخدمة في 2030 فستحمل جميع بصمات الخلف الأشد قوة وفتكا لغواصة أوهايو المؤتمنة راهنا على قوة الردع النووية الأمريكية ولعل العنوان الأبرز لعام التحولات العسكرية يكمن في المراجعة التي بدأها البنتاجون في الصيف بشأن مقاربته للأسلحة الذاتية التحكم ففي زمن تحكم فيه الطائرات والقوارب والصواريخ المسيرة حضورها في ميادين النزاعات يغدو الذكاء الصناعي السلاح الأمضى في جعبة واشنطن لانحفاظ على تفوقها في حروب المستقبل للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية مارك كيمت أهلا بك معنا سيد مارك وشكرا على تلبية الدعوة الآن مع نهاية العام 2022 نفهم منك أكثر أولويات واشنطن العسكرية في مواجهة التهديدات الخارجية أعتقد أنك على حق أن تحديث قواتنا مهم جدا لم يكن ثوريا كما أوحيتم ولكن نحن نرى دول أخرى تطور قدرات جديدة مثل الصين وهذه لا تزال تستخدم قدراتها أو دول تستخدم قدراتها مثل روسيا يجب أن تكون لدينا القدرة نوعيا وعدديا لأتصدي لروسيا ومواجهة دول أخرى نتحدث هنا عن الأسلحة الاستراتيجية الغواصات النووية وحملات الطائرات وأسلحة معينة تستخدم للدفاع عنها هذا مهم هناك ميزانية دفاع ضخمة لنا وهي تشكل 40% من الميزانية العامة وهذه الأموال ضرورية للتحديث وللقيام بالعمليات الحالية وهذه العمليات الحالية بصورة أساسية داخل أوكرانيا لا نزال نقوم بعمليات دفاعية إلى جانب الممرات البحرية والجوية ولكن العمليات القتالية تتمثل في مهام التسليح والمساعدة في أوكرانيا وهذا شيء لم نفعله من قبل بالحجم والمدى الذي نقوم به حاليا لم نره منذ الحرب العالمية الثانية أفهم من كلامك سيد مارك بأن المخاوف الحالية ربما قيام بكين بعمل عسكري ضد تايوان الحرب الروسية على أوكرانيا مخاوف من تحركات من كوريا الشمالية وربما أيضا طهران هل يعني ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت مرحلة جديدة فيما يتعلق بسياستها العسكرية أو سياستها الدفاعية بشكل عام أقول لا من الواضح أن لدينا نفس الاستراتيجية ضد الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينيات والآن هي تشبه الاستراتيجية التي نستخدمها ضد الصين بمعنى الردع وإذا فشل الردع نقوم بالدفاع التضاريس مختلفة المبدأ الصيني مختلف ولكن كيف نخوض حربا ضد الصين إذا حدث ذلك هذه ليست مختلفة عن الطريقة التي حربنا فيها الروس في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات هناك تركيز على عمليات القصف وعلى القوات البرية وأيضا على قدرات أخرى قدرات جديدة مثل المجال السيبراني الذي لم نشهده من قبل وأعتقد أن مكان المعركة سيحدث فرقا أنظمة السلاح الجديدة السيبرانية والمسيرات أيضا تجعل المسألة مختلفة ولكن المسألة هي ردع الخصم والقدرة على الدفاع ضد الخصم هذا المبدأ لم يتغير في آخر خمسين سنة وهذه النقطة مهمة وكما ذكرت العقيدة العسكرية الأمريكية تعتمد على أساس القوة البشرية على التكنولوجيا الأسلحة المتطورة والميزانيات الضخمة ولكن في ضوء كل ذلك ما أهمية أيضا الشراكة والتعاون مع الدول الأخرى وأنت تعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات واسعة وعميقة تمتلكها واشنطن في أغلب المناطق ومع أغلب الدول أيضا نعم هذا سؤال جيد جدا عقيدتنا تتمثل في عدم عمل أي شيء كدولة واحدة وإنما نعمل الشيء بالتعاون مع حلفائنا بالنسبة لمناطق معينة ننظر إلى فرنسا وربما الهند واليابان وكوريا الجنوبية هذا في منطقة المحيط الباسيفيكي لخلق ردع لأي عدوان من كوريا الشمالية أو الصين ويمكن أن تري المظهر الكل والتعبير عن هذا التحالف من ناحية دعمنا لأوكرانيا حاليا وهذا لا يتم فقط من جانب الولايات المتحدة وإنما من جانب تحالف عريض من الحلفاء وكل حليف يقدم قدرات لمساعدة أوكرانيا لهزيمة روسيا وفي منطقتنا الشرق الأوسط من الواضح أننا مستمرون في الاعتماد على حلفاء لمساعدتنا في ردع إيران وأيضا المجموعات الإرهابية مثل داعش هذا لا نقوم به لوحدنا ولكن كحلفاء عموما ابقى معي سنتابع الآن في هذا العرض التوضيح خصائص ومزايا الطائرة الشبح بيتويني وين ونتابع من بعده النقاش موسيقى ترجمة نانسي قنقر أعود من جديد لمناقشة هذا الموضوع مع ضيفي من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية مارك كيمت سيد مارك هل نستطيع أن نقول بأنه الآن الشبح بيتويني وين ستصبح فعلا العمود الفقري لقوة الولايات المتحدة الأمريكية خلال المستقبل القريب أعتقد أنها ستكون أهم طائرة اختراق استراتيجي أو قادفة قنابل ولكن سنستمر في استخدام طائرات الجيل الخامس مثل F-35 من أجل السيطرة الجوية ربما هذه ستكون آخر طائرة فيها رجل أو طيار داخلها هذه الأسلحة أو أنظمة الأسلحة هذه الطائرات أصبحت قوية جدا ومعقدة جدا بحيث أن الرجال والنساء ليس لديهم القدرة الجسمانية على السيطرة عليها نتيجة لحركات الالتفاف السريعة ولا لديهم القدرة على مسايرة التقدم التكنولوجي داخلها لا يوجد إنسان يستطيع أن يساير سرعة التكنولوجيا هذه إذن العمود الفقري لسلاح الجو الأمريكي والسيطرة الجوية سيتمثل هذا في الطائرات بدون طيار ما نسميه بالمسيرات وليس المقاتلات والكشف عن هذه القاذفة في هذا التوقيت تحديدا إلى أي مدى ينظر إليها لأنه رسالة تحذير لكل من روسيا والصين بالدرجة الأولى من الواضح أنها طريقة لردعي والدفاع ضد العدوان الصيني والعدوان الروسي ضد الناتو في أوروبا والتحالف حول تايوان أعتقد أنها يجب أن تبرهن على أنه على أنه رغم تحسين الصينيين لتكنولوجيتهم فإننا سنساير هذا التقدم التكنولوجي بالنسبة لروسيا سوف نطور قاذفة قنابل ومقاتلة متقدمة جدا بحيث نتساءل هل روسيا لديها القدرة على مسايرتنا أم لا سيكون هذا مهم وسيكون مكونا واحدا من استراتيجية الدفاع ضد الصين وروسيا وأعداء آخرين أو حلفاء أو أصدقاء واللافت هنا سيد مارك ليس فقط موضوع بي 21 أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أطلقت تجربة لصاروخ فرصوتي في هذه النقطة تحديدا نحن نعلم بأن كل من روسيا والصين متقدمتان كثيرا فيما يخص هذا المجال تحديدا بالنسبة للصواريخ الفرصوطية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا التوسع بإنتاجها هذا صحيح أعتقد أن أنظمة السلاح الفرصوطية هي التطور القادم هي في مجال تكنولوجيا الصواريخ وأعتقد أنه سيكون مهما أن لا نطور فقط صواريخ فرصوطية وإنما أيضا القدرة على إسقاط طائرات العدو الفرصوطية هذا هو أحد أهم البحوث والتطوير التي تقوم بها الولايات المتحدة حتى نستطيع التخلص من التهديدات الرئيسية القادمة من الصواريخ فرصوطية شكرا جزيلا لك ضيفي من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية شكرا جزيلا